نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة حول جائحة كورونا وذلك خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقي وخلال الكلمة أكد مدبولي أن ما توليه مصر من أهمية كبيرة لدعم مساعي القارة الافريقية للنفاذ للقاحات المضادة لفيروس كورونا وزيادة الحصص المخصصة لها بما يمكنها من التعافي من هذه الأزمة وأشار مدبولي إلى أهمية تعزيز جهود القارة الافريقية في مجال الانتاج المحلي للقاحات المضادة لقورونا وأشاد في هذا الصدد برعاية فليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الافريقي لمبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة مؤكدا استعداد مصر تسخير إمكانياتها من بنى تحتية وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة هذه المبادرة الطموحة وخلال كلمته أكد مدبولي أهمية المساندة الدولية للجهود القارة الافريقية في مجال التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة مشيدا في هذا السياق بالمبادرات الدولية والتي هدفت إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن مصر كعهدها لن تتدخر جهدا نحو العمل مع أشقائها في القارة الافريقية بما يسهم في تخطي هذه الجائحة والعودة بخطة ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبنا في مستقبل أفضل ترجمة نانسي قنقر